اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الامن والامان والسلام والرخاء وقد عرب الجميع عن جزيل شكرهم وتقديرهم على توجيهات جلالته السامية الكريمة بنقل صلاة الجمعة بحضور الخطيب وعدد من المصلين لنقل الخطبة والصلاة عبر اجهزة الاعلام ليظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس منها وعلى توجيهات جلالته الكريمة لكل ما فيه خير البلاد والعباد وقد رحب صاحب الجلالة بالجميع وبادلهم التهاني بهذه المناسبة المباركة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال ويعيد هذا الشهر الفضيل على شعب البحرين والمقيمين على أرضها الطيبة باليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والسلام وأشاد جلالته بالدور المهم الذي يطلع به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعالمه السمحة والتوعي بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتعصب والدعوة للتمسك بالأخلاق الفاضلة معربا جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها مجلساء الأوقاف في رعاية شؤون دور العبادة وحرصهم المتواصل على حث المواطنين والمقيمين بالتمسك بالنصائح الوقائية التي تساهم في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 لكل ما فيه خيرهم وسلامتهم وأكد جلالته وحفظه الله أن مملكة البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تقوم على التسامح والمحبة والسلام وتمنيا جلالته لهم دوام التوفيق والسداد في تأدية رسالتهم النبيلة في خدمة وطنهم ومجتمعهم